الله دكتور إحنا كإعلام وصحافة مصرية ردينا ويمكن جزء من الرد حصل مع زيارة اتنين من نواب الحزب الديمقراطي نواب كونجرس أمريكيين زاروا المعبر رفح من جهة المصرية ثم عبروا إلى الجهة الفلسطينية وأحدهم تحديدا كريس فان هولن عبر عن ما يحدث من جانب السلطات الإسرائيلية بأنها التعصف وحتى يمكن عمل هذا الحوار مع جريدة نيويورك وذكر كلمة تعصف وطبعا المحاور النيويوركر كان طول الوقت بيحاول أنه يلتف على كلمة تعصف طبولي وصفت قال حاجة لطيفة جدا قاله كيف تأكدت من أن هناك تعصفا من السلطات رد كريس فان هولن النائب الديمقراطي بالكونجرس أعرف ذلك من خلال المحادثات التي أجريتها مع عدة أشخاص في إدارة بايدن وحتى اليوم نحاول فتح معبر إيرز ووضعت إسرائيل الكثير من العقبات لمنع إدخال المساعدات وفقا لشهادة المنظمات الإغاثية والمدنية فقد حصلوا على موافقات لإدخال المساعدات من قبل السلطات الإسرائيلية على الرغم من ذلك ومع توجههم للمعبر واجهت الشاحنات مجموعة أخرى من المسؤولين عند نقطة التفتيش التي رفضت دخولهم وإعادتهم رغم الموافقة المسبقة ولم يتم تقديم أي إضاحة حول أسباب رفض دخول المساعدات أو ما هو ممنوع كما ليس لديهم قوائم للأدوات والمساعدات المسموح بها ويتم إعادة تدولهم في الإجراءات